السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومعدنا مع الحلقة الخامسة وعشرين من مسلسل فاتن أمال حربي حلقة النهاردة كلها تسجيل في التلفزيون المزيعة قاعدت تتكلم عن الترند وإن كل يوم فيه ترند مختلف وإن الترند ده مثلا بيكون بالليل وعبل الصبح يكون اختفى وطلع ترند غيره وإن دلوقت الترند بتاع فاتن أمال حربي وقاعدت تسأل فاتن عايز تغير القانون ليه وطبعا فاتن قاعدت تنتقد بعض حاجات في القانون منها إن ممنوع صفر الزوجة إلا بأمر الزوج وإن كلمة ولية دي عشان يبقى الزوج ولية أمرها وطبعا قاعدت تخبط في كل حاجة في القانون وفي الشريعة وبعد كده اتصل أحد المحميين رفع عليها دعوة اصدراء الأديان طبعا هي استنكرت كلمة اصدراء الأديان دي وبعد كده اتكلمت الحاجة نظيمة وقاعدت تقول لها بالطريقة كذبة يا فاتن ده غير إن شكيب قاعد يشتم في المحامي بتاع سيف ويقول له أنت كنت طالب وكنت بتيجي تتدرب عندي وانت لابس شرط وكل ما يجي يتكلم محامي سيف شكيب يقول له اسقط يا ولد اسقط يا ولد يعني الموضوع كان كله قوم دي في تسجيل الحلقة التلفزيونية وطبعا كل الناس كان قاعدين يتابعوا تونا وهي في التلفزيون ومنهم طبعا الشيخ يحيا وكمان فاتن قالت إن القانون ده لازم يتغير لأنه وقاله أكثر من مئة سنة أما دلوقتي الدنيا اتطورت والمفروض معاها قانون جديد أما المستشار عدلي فطبعا عمالي يكتب مذكرة تغيير القانون وبيقول إن قانون الأحوال الشخصية معتمد على تشريع واحد وهو أبو حنيفة ومجاش جنب أي حاجة من بيئة الشريعة وقال إن الشريعة دي زي الجنينة بس الناس المتشددة بتعمل لها سور وبتختار منها الأشواك بس ودرب مثال غريب جدا قال البنت من سن 18 إلى 21 لما تجد تجوز لازم ولي أما الشاب في نفس السن مش لازم ولي مع إن الدين الإسلامي قرر إن الفتاة في حين الزواج لازم يكون لها ولي والولده بيكون من العصب الأب الأخ العم لكن المستشار عدلي جاي يغير الدين حسب رأي إبراهيم عيسى أما القاضي داود فوقف في البلكونة ومحتار جدا وبيقول إن هو مش عارف يحكم بين ابنه وبنته أما القانون عشان ثابت فهو بيقدر يحكم به بين الناس أما سيف فرح يود الفلوس لرجل الأعمال عشان يشغل هاله وكان معاه ابن عمه صلاح وطبعا سيف كان عملي يسأل أسئلة غريبة وصلاح كان عملي يبصله من فوق لتحت طبعا سيف عايز يتطمن على فلوسه المهم الراجل قال لهم أنا مسافر بين جلاديش وحاجيب الحاجة وخلال أسبوع هتبقى عندكم سيف قال له طب وواعد ما تبقى عندنا هنعمل إيه أما آخر مشهد في المسلسل واحدة مسحية عايزة تطلق وطبعا زي ما إبراهيم عيسى قاعد يدرب في الدين الإسلامي دخل كمان عشان يدرب في الدين المسيحي القاضي قال لها في الدين المسيحي عنده ما فيش طلاق إلا بعلة الزنا تقول له يعني إزاي أعيش مع الراجل ده القانون ده ظالم وهو عمال يقنعها إن الدين بيقول لها كده وهي مش مقتنعة بموضوع الدين وانتهت الحلقة على كده